السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم اصدقائي بفيديو جديد وحلقة جديدة من قناتكم قناة تقني سوري فيديو اليوم رح يكون تكملة لفيديو انشاء حساب امازون افليت والربح من التسويق بالعمولة ورح نشرح اليوم طريقة اضافة معلومات الدفع الى حساب امازون افليت لاستلام الارباح بلما نطول بالمقدمة كتير خلونا نروح على الشرح فورا اذا اصدقائي طبعا رح اترك رابط حلقة انشاء حساب امازون افليت بصندوق الوصف اسفل الفيديو وباول تعليق مثبت اذا مثل ما انتم شايفين بمجرد انه نفوط على حسابنا في امازون افليت فورا بتظهر ملاحظة هون مكتوب فيها يحتاج صاحب الحساب الاساسي الى الانتهاء من ملء معلومات الدفع فورا رح نضغط على ارسال معلومات الدفع رح تفتح معنا هالصفة طبعا في عنا هون من ضمن طرق الدفع الدفع عن طريق بطاقة الهدية يعني تحصل على بطاقات امازون وتتسوق فيها من الموقع او الدفع بالشيك وفي عنا هون حساب بنكي رح نضغط على حساب بنكي بعدين رح نضغط على اضافة حساب بنكي جديد رح تفتح معنا هالنافذة وهون مطلوب اضافة معلومات حساب البنك بالبداية رح نجي على موقع البنك او مكان البنك ورح نشوف ونختار اسم البلد يلي مقيمين فيه او يلي فاتحين حساب البنك فيه اذا اسم بلدك غير موجود رح نختار البلد الولايات المتحدة ورح نضطر نستخدم حساب بايونير الامريكي طبعا انا شارح طريقة انشاء حساب بايونير بالتفصيل رح اترك رابط الحلقة بصندوق الوصف اسفل الفيديو المهم بعد ما اخترنا الولايات المتحدة رح نروح على حسابنا في بايونير ومن القائمة الجانبية رح نضغط على الحسابات البنكية ورح نروح نضغط على حسابات الاستقبال ورح ننزل نضغط على الحساب الامريكي رح تفتح معنا نافذة فيها جميع معلومات وبيانات حساب البنك رح نرجع على حساب امازون ونشوف شو المطلوب ونعبي الفراغات طبعا الدولة رح نتركها متل ما هي الولايات المتحدة بعدين رح نجي على العملة ونختار الدولار الامريكي بعدين في عنا هون اسم صاحب الحساب رح نرجع على بايونير متل ما انتم شايفين هون في عنا اسم المستفيد أو صاحب الحساب رح ناخد الاسم نسخ ونروح نلسقوه بفراغ صاحب الحساب بعدين في عنا نوع الحساب رح نشوف بايونير نوع الحساب chicken رح نرجع ونختار نوع الحساب Chicken بعدين مطلوب رقم الحساب رح نرجع ناخد رقم الحساب نسخ من هون متل ما انتوا شايفين ونرجع نلسقها بالفراغ بالفراغ الثاني رح نرجع نكتب رقم الحساب للتأكيد نفس الرقم بعدين مطلوب كتابة اسم البنك رح نرجع ننسخ اسم البنك من هون ونروح نلسقها بفراغ اسم البنك واخر شي هون مطلوب رقم التوجيه رح نروح كمان ناخد رقم التوجيه نسخ من هون متل ما انتوا شايفين ونرجع نلسقها بالفراغ المطلوب بعد ما كتبنا كل المعلومات المطلوبة لحساب البنك رح نضغط على حفظ التغييرات ومتل ما انتوا شايفين تم اضافة الحساب البنكي بنجاح وهاد هو الحساب البنكي يلي ضفناه على امازون وهيك بهالطريقة فيك تضيف معلومات الدفع الى حساب امازون افليت بكل سهولة طبعا رح اترك جميع روابط الحلقات الماضية بصندوق الوصف اسفل الفيديو هات كان كل شي بخصوص فيديو اليوم بتمنى تكونوا استفدتوا منو ويا ريت ما تنسوني من الدعم عن طريق الاشتراك بالقناة اذا ما كنت مشترك وتفعيل زر الجرس مشان يوصلك كل شي جديد على القناة ووصلوا هالفيديو الى اكبر عدد من اللايكات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته